بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله هنستكمل مع بعض تصميم الاعمدة على برنامج الاكسل هنطلع الرياكشنز بتاعة الاعمدة من برنامج الساب بتاع البلاط السرد الساب اللي خلصناها في الحلقة اللي فاتت اول خطوة هندخل على برنامج الساب وعملنا قبل للملف اللي كنا شغالين عليه الرياكشنز بتاعة الاعمدة ممكن نظهرها في من تسبل اي الشو فورس وسترس نجيب الجوينز الحالة اللي كنا عملناها نعمل اوك ظهرت عندي الرياكشن على كل ساب بورت ممكن نختار الساب بورت السدية كلها ونعمل لها جروب بحيث في اي وقت عايز اختارها اا لوحدها اختارها يبقى سهل لان اختارها ممكن نختارها في ال اكس وي بلان لها النقط اللي عندها الركيز نقول له هنا اساين اساين تو جروب نعمل اد نيو جروب الجروب دي هنسميها وليكن ساب بورتس نعمل اوكي اوكي بحيث في اي وقت لو انا عايز اختار الساب بورتس ديت بسرعة نعمل اجبها من قيمة سلليكت سلكت جروب يختار لي الجروب اللي انا عايزها سب بورتس اوكي يختار لي كل الاعمدة اللي انا اعنتها جوه جروب اللي اسمها ساب بورتس دي بحيث في اي وقت لو انا عايز اجيب الاعمدة واعمل عليها اي اجراءات عندي في المسألة يبقى سهل ان اختره ممكن نعمل الجروب ديت والف المقفول او الف المفتوح مفيش مشكلة فيها بعد كده عايز اغير بتاعت النقط دي لان النقط بتاعت الجوينت لو انا عايز اظهرها من علامة الصحة الصغيرة ديت نجيب الجوينت في عندي ارقام كترة جدا والاعمدة مش مترقمة ترقيم من واحد الاثنين لثلاثة يعني الاعمالة داخلة ضمن ترقيم النقط دي كلها وهتوه في وسطه فانا عايز اظهر ارقام النقط بتاعت السابورتس بحاجة مختلفة فاحنا اخترنا ارقام النقط اخترنا السابورتس بتاعتنا ونيجي من قائمة edit change label change label مش هتشتغل معايا غير لو فتحت الافل فلازم قبل ما اعمل change label افتح الافل وهاجي على قائمة edit change labels ونختار من هنا labels اللي انا عايز اغيرها هل عايز اغير area labels ولا frame labels ولا joint labels اخترت joint labels اللي هي ارقام النقط اللي انا مختارها ديت prefix اللي هو الاسم اللي هيتحط قبل الرقم والي يكون هنسميه column او c اي اسم اعرف دي column بتاعتي او supports بتاعتي هنسميها c next number هو الرقم اللي هيتحط بعد c دي على طول يبقى يبقى c1 واللي بعده increment بتاعه بواحد يعني معدل الزيادة بواحد يبقى يبقى c1 واللي بعده c2 اللي بعده c3 وهكذا يبقى prefix ده رقم او حرف او كلمة هتحط قبل الارقام اللي هي بتاعت العدد بعد ما اعدل prefix اكتب فيه قيمة وما اعدل اي حاجة بعد كده نيجي من قيمة edit auto relabel ونعمل all in list يبقى هو كده عدل لي الارقام بتاعت النودز بتاعتي الى c1 c2 c3 c14 اللي هما ارقام بتوين اه بعد كده نعمل او كي لو انا كنت عملت او كي من غير ما اعمل edit auto relabel on list ما كانش هيعدل حاجة او كي ادخل على الشاشة لقي ارقام النقط بتاعت الاعمدة لو كبرنا على العمود اللي هنا ده كده الى اسمه c1 وهكذا بقيت الاعمدة لحد c14 العمود الاخير خالص فوق ده اسمه c14 لو عايز اظهر النقط بتاعت الاعمدة بس لوحدها نختارها من select groups اللي احنا لسه عاملينها دي ونختار بتاعتنا ونيجي نقول له هنا من قيمة show selection only يعني اظهر اللي انا مختاره على الشاشة بس واخفي اي حاجة مش مختارة كده ظهر للنقط بارقام c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 هو بيرتب كده وهو طالع الخط الاولاني وبعد كده y z يجيب ارقام زيادة وهكذا لحد اخر y فوق اللي هي c14 يعني بيمشي في اتجاه x الاول اللي يرقم وبعدين يخلص x يروح يطالع على وي اللي بعد وهكذا كده الارقام النقط ممكن نطبع دي في ورقة ونخليها عندنا بحيز بعد كده ساعة ماجا صمم ولقي في الامود اللي اسمه c10 دو اتطلع مثلا 30 في 70 وتسليح 10.16 يبقى انا اروح جاي عارف كاتب على الورقة دي العمود ده قطع وكذا وتسليح وكذا لما ممكن نطبع دي ونعينها عندنا بالمحاور بالاعمدة بتاعتها عايز اصدر الرياكشنز بتاعتها على برنامج الاكسل نعرضها الاول في تيبل من هنا من قيم الديسبيلي show tables بدل معرض للرياكشن كقيم يعرضها لي كجدول بدل ما يعرضها لي كأسهم يضغل لكن للأسف انا كماني لسه محلتش تاني كماني فتحت الحل ولسه محلتش تاني المفروض انه مش هيطلع لي نتائج مش مديني غير المدخلات فانا هعمل cancel ونحل نعمل run بعد ما حلته خلصت اه اجي من قيمة display show tables اه هلاقي بدل ما كان فيه model definition بس في model definition وفي analysis results في نتائج ظهرت ايا analysis results نختار منها النتائج بتاعت joint joint output في موجب كده ضغطنا عليه نزلي displacement وreaction ومasses نيجي على reactions ونختار joint reactions table بتاحها ومن هنا نختار analysis case نضغط عليها نختار الحالة انا عايز اطبعها او اطلعها في table في وفي ultimate نختار ultimate واعدين نعمل هنا اوكي يروح جاي مطلع في الاعمدة اللي عندي السابورتس بتاعت هي من c واحد لحد c اربعتاشر نومة الاربعتاشر عمود الكيس بتاعتي ultimate وده يتعبار عن تركيبة من مضربين في واحد نلص زي ما عملناها المرة اللي فاتت والف واحد والف اتنين دي 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 دول بصفر لان ما فيش عندي احمال في اتجاه الافقي الاحمال كلها في اتجاه زد اللي هو المحور تلاتة الرياكشن بتاعي في اتجاه تلاتة والصابورتس بعتك منها كلها هنجات فما فيش عندي اي مومنت عندي انا مش عايز اضبع دول انا عايز اضبع جدول بس عبارة عن عمودين اللي هي اسم العمود والف تلاتة اللي هو خانات اللي هو التسع عمال اللي انت هتطبع حملي دول انا مش عايز منهم غير والف تلاتة بس فهاجي على اضغط عليها دبل كليك فتختفي تقول وهكذا اي حاجة مش عايز ها تظهر في التابل ده تيجي تضغط عليها دبل كليك كده ما يظهر ليش عندي غير والف تلاتة اسم النقطة وحمل راح جاي مصدار دية على برنامج فتحوا لي بس رازم يبقى انا عامل عندي على البرنامج لمجموعة يعني ووورد وهكذا لازم يكون معمول عندي طلع جدوى جاي لي اسم ده ايه وده وده تلاتة اللي هي قمتها بالطن اللي هي لكل دور بالطن او كزا بعد ما خلصت التابل ده انا عايز ابرمج الخلايا ان انا اصمم بها الاعمدة هنسمي وليكن التابل ده اه نكتب بدل التابل نعمل هنا وممكن نخلي الخلايا دية كده نختارها الخلايا دي كلها مدمجة في هنا نرج اند سنتر اللي هو دمج وتوسيط يدمج الخلايا من اي لحد او دمج ايه دمجناها وممكن نكبر لها الفونت بتاعها شوية بدل عشر نخليها تمنتاشر او اربعة وعشرين يبقى ده كده عنوان التابل بتاعي او الفايل بتاع تصميم الاعمال الجوينت بدل ما هي اسمها جوينت هنسميها كولم والتيكست هنسميه نيم مسلا يبقى ده الكولم نيم او الكولم نمبر الاف تلاتة هنسميها الرياكشن الالتمت لكل فلور ده اللي طالع من البرنامج نقفية الصغيرة عليها ممكن نشد العمود ده شوية كده نوسع له مكان والقيمة بتاعتها الواحدة بتاعتها بالطن دول كده العمود اللي أنا جبتهم من الساب بعد كده عايزين نبرمج الخلي اللي بعدها العمود اللي بعده ده عايزين نخليه البرنامج يحسب لي في ال b ultimate total total load اللي هينزع العمود بالطن خمط بالطن قديه المفروض ان القيمة دي تبقى بتساوي القيمة ديت في عدد الادوار في 1 1 من 10 زي ما هنشوف كده ال b ultimate اللي هو الحملة بتاع العمود التوتل يساوي ال reaction اللي جاي من الساب بتاع الدور الواحد اللي هو ultimate في number of floors في 1 1 من 10 عدد 1 1 من 10 1 1 من 10 عشان ناخد معنا وزن العمود في الاعتبار لان انا حطت العمود في ال joint وما حطت لوش اي حمل ندخل على برنامج ال excel نقول والله الخلية ديت اكتب فيها تساوي انا عايز ابرمجها اقول يساوي ال reaction ده اللي جنبه ده او راح جاي لقطة النقطة دي او لقطة الخلية دي مضروبة في من في عدد الادوار والليكن انا بصمم منشأ الاعمال بتاعته هتشيل سبع ادوار في واحد وواحد من عشرة ونضغط enter يوره جاي حسب لي بتاع العمود ده في السبع دوار كله علشان نطبق ده على بقية الخلايا اللي تحت دي ممكن لو ضغطنا على النقطة السودة اللي ظهرها لي ديت ضبل عليها بالموس يحسب لي لكل الاعمدة اللي تحت زي ما حسب بالنسبة للعمود اللي هو سي واحد يعني لو انا ضغطت على الخلية ديت كده الاقي مكتوب فوق مكتوب ان الخلية دي تساوي بي 17 في 7 في 1 1 من عشر تمام والخلية ديت برضو مكتوب فوق هنا كام بي 11 في 7 في 1 من عشر يعني ديت بي 11 في 7 في 1 من عشر زي ما عملت في الخلية الاول من اللي هي السي 4 ديت قلت انها بتساوي بي 4 في عدد الادوار 7 1 واحد من عشرة هو طبق على كل الخلايا اللي تحتها. فده هيريحني بدل ما اصمم كل عمود لوحده هنصمم الامدة كلها مرة واحدة اه بعمل دابل كليك على اول ايه نقطة سودة عملتها فوق. بعد ما طلعت البي التمت هنطلع بعد كده الاريا كونكريت. الاريا كونكريت وليكن وحداتها هنشغل بالسنتيمتر المربع. الاريا كونكريت ديت المفروض انها تساوي من المعادلة بتاعة الطايد كولم اللي موجودة في الكود المصري. في عندي معادلة بتقول ان البي التمت فيه الف اللي هو الحمل بالكيلو جرام. هو الحمل عندي من الساب بالطن. ضرب نفر الف بقبل كيلو جرام. بيساوي خمسة وتلاتين من مية اف في الاريا كونكريت زائد سبعة ستة من مية اف في يلد في الاريا ستيل. لو فرضنا ان الاريا ستيل بواحد في المية اريا كونكريت وعوضنا في المعدة ديت. وفرضنا الاف في سيو بمتن وخمسين. والاف في يلد بتاعتي اه اه تلاتة ستمية. كيلو جرام على سنتيمتر المربع. وحدتنا كلها كيلو جرام وسنتي. هنعوض في المعدة دي. هنطلع الاريا كونكريت تساوي البي ultimate اللي بره ديت على افتح قوس كبير وحط فيه الحاجات اللي جوه ديت لها 35% FSU بـ 250 زائد 67% F في يد بـ 600 في الاريا ستيل اللي هي واحد في المية والاريا كونكريت خدناها مشترك وطلعناها بره طلعنا الاريا كونكريت تساوي من المعادلة ديت القيمة المكتوبة قدامنا دي مفروضنا ان انا هاخد المعادلة دي واكتبها على برنامج الاكسل علشان يحسب لي من الحمل يطلعنا الاريا كونكريت نفتح كده الباور بوينت جنب الاكسل علشان نشوف المعادلة هنكتبها ازاي هنا الخلية ديت اللي هي الاريا كونكريت مفروض اكتب فيها تساوي الحملة ده البيه ألتنت مضروب فيه ألف علم نفتح كوس من كيبورد فتحنا الكوس نكتب جواه الكلام ده اللي هو خمسة وتلاتين من مية ده كونستو في المتين وخمسين اللي هي الف سيو زائد سبعة وستين من مية في تلاتة ستمية في واحد من مية زي ما احنا عارفين ان الاريا ستيل بتاعة الاعمدة التايت كولمز لا تقل عن تمانية من الف اريا كونكريت هنا افترضناها انها واحد من مية لو ضغطت انتر كده يقوم حسيب للاريا كونكريت بتاعة العمود ده تمنمية ستة وسبعين سنتيمتر مربع لو ضغطنا ضابة الكلكة على النقطة دي ينزلني لحد اخر ااا صف في ااا ارقام ويبدأ يحسب لكل الاعمدة الاريا كونكريت بعد ما خلصنا الاريا كونكريت هنعمل هنا عمود للبي البي بتاعة الكولم بالسنتيمتر انا هفرضها وليكن خمسة وعشرين سنتيمتر وده كونستنط اللي هو عرض العمود وننزله لحد تحت ان انا اشد النقطة السودية لحد تحت او لو رجعنا عملنا اندو وضغطنا ضابة الكلك برضو هيتنزل هي الوحدة لحد تحت فرضنا البي بخمسة وعشرين وده كونستنط لكل الاعمدة مثلا نطلع من هنا بقى التي اللي هي التخانة بتاعة الاعمدة بالسنتيمتر المفروض ان التخانة بتسوي الاريا كونكريت على البي تي بتسوي الاريا كونكريت على البي فنقول هنا دي تساوي الاريا كونكريت على البي ونضغط على دي يجيب لي هنا في اعمدة خمسة وثلاثين سنتيمتر سبعة وستين سنتيمتر وأعمدة تسعتاشر سنتيمتر وأعمدة ميت سنتيمتر الكلام ده ما ينفعش انا عايز الاعمدة كلها على الاقل تكون من مضاعفات الخمسة يعني الخمسة وتلاتين وشوية دي خليها اربعين والسبعة وستين خليها سبعين والعشرين ونص دي والعشرين وتسعة من عشرة ما تنفعش ما فيش عمود عشرين سنتيمتر خمسة وعشرين في سبعة دوار فيش عمود خمسة وعشرين في عشرين فانا عايز اخلي البرنامج يطلع لي على الاقل تخانة اي عمود 40 سنتي بحيث تكون من مضاعفات الخمسة طب انا كده عندي حاجتين عايز اخلي البرنامج لو التخانة طلعت اقل من 40 ياخدها 40 وعايز اخلي البرنامج لو التخانة طلعت ما هياش من مضاعفات الخمسة ياخدها من مضاعفات الخمسة فانا هستخدم دلتين ده اللي اسمها سيلنج سيلنج دي بتطلع المضاعف بتطلع العدد من مضاعفات رقم انتهت الدهاب فانا هروح جاي في الخانة ديت نمسح ده تاني كده كله نقوله دي انا عايزها تساوي دي كده تساوي الماكسوم نفتح قوس الماكسوم بتاع القيم اللي جوه دي القيمة الاولانية اربعين سمتي يبقى ايه في عندنا رقم اربعين ما نقلش عنه وبعدين نعمل كومة موجود عندي هنت هو عشان يعرفني ازاي هكتب الصيغة بتاعت المعادل الكومة دي اللي هي حرف الو في الكيبورد النمبر التاني اللي هو التخانة اللي انا هحسبه التخانة المحسوبة الكالكولاتي التخانة المحسوبة عايزها من مضاعفات الخامسة فنعمل هنا دي 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 اللي بتقربلي سيلنج وافتح قوس اول ما افتح قوس يقول له انت دخلت على ده اللي اسمها سيلنج السيلنج دي لها اتنين انبوت لها مدخلين لها عدد ولها مضاعف نمبر وسيجنيفجنس النمبر ندخله الاول هو منسود لك عليه كده النمبر انت عايز تقرب ايه من كومة دخلني على السيجنيفجنس عايز اه الرقم اللي انت لسه حاسبه ده الحسبة دي تبقى من مضاعفات من مضاعفات كام من مضاعفات الخامسة ونقفل القوس بتاع السيلنج خلص هو كده اه طلع بقى دخل على الدل اللي هي ماكسموم قال لك عايز تدخل رقم تالت تحسب الماكسموم من الاربعين ومن السيلنج ومن رقم تالت ومن الرقم الرابع وهكذا قالوا لا انا هقفل القوس بتاع الماكسموم تمام وراح جاية خلص وطلع لو عملنا هنا انتر يقول لك اه التخانة ديت كانت سبعة وتلاتين وشوية بقى تربعين الده اللي بتبقى لقيها مكتوبة فوق في السريط بتاع الدوال اللي بدخل في الدوال لو ضغطت دابل كليك على دي ينزل مفيش بقى حاجة اقل من اربعين سنتي موجود عندي كان فيه عمود عشرين سنتي بقى اربعين سنتي اهو مفيش حاجة اه تسعة وعشرين وتسعة وتلاتين وتسعة وخمسين كله بقى من المضاعفات الخمسة الاقل العمود عندي بقى خمسة وعشرين فاربعين سنتي بعد ما طلعت التخانة دي التخانة اللي هي التخانة اللي اللي انا هنفذ عليها اعز بعد كده اطلع الاريا ستيل الاريا ستيل في خانة الوحدة في عمود الواحدة وهي بالسنتيمتر المربع الاريا ستيل دي هي الأكبر من قمتين إما 1% area concrete required اللي أنا مطلحها من المعادلة 1% من القمة دي أو 6 في الألف area concrete chosen اللي هي الرقم ده ما هو 25 في 40 ما بيسويش 876 25 في 40 ما بيسويش 876 بيسوي ألف يبقى إذن في مساحة chosen هتتنفذها في الطبيعة 25 في 40 وفي مساحة required طلعة هي دي اللي أنا كنت أعيزها أنا زودت من عندي علشان تبقى أبعاد عمده إيه كويس فأنا هاخد هنا area steel نقول يسوي maximum off نفتح إيه cost النمبر الأولاني 1% في area concrete diet ونعمل الكومة وندخل على النمبر الثاني ستة في الألف في be chosen في t chosen نعلم عليه ونقفل يبقى هو يحسب 1% area concrete required وستة في الألف area concrete chosen وياخد الماكسيموم منهم يحطهم في الخلية دي بس بشرط إنه نعمل يساوي قبل إيه الخلية دي ببرمجة enter حسابها يبقى كده مساحة الحديد 8-7-10 نضغط عليها double click ينزلها لي لحد تحت كده مساحة الحديد هي طلعت لي بعد ما اطلعنا مساحة الحديد نفرض phi اللي هو قطر السيخ هنا phi عايزين نكتب phi نجيبها من insert symbol في هنا ايه رموز خاصة في هنا phi اهو double click عليه هينزل لي في الخلية ده phi وليكن بالملي هنفرض إنه نحن هنشتغل phi 16 ال phi 16 هنستفترض النوع ثابت لو ضغط double click عليه هينزل لحد آخر خلية تحت ال phi 16 مساحة السيخ بتاعته 2 سنت بس أنا مش عايز أدخل العدد اللي هنا المفروض إنه ندخل في الخلية ده number of bars المفروض إنه بيساوي المساحة بتاعت الحديد اللي هي ال area steel على مساحة السيخ الواحد مساحة الفي 16 وليكن 2 سنت فأنا عايز أطلع العدد أقول بقى المساحة دي تساوي 8 و 7 على 16 لأ أنا عايز أبرمجها عايز أقول له إن الخلية دي تساوي G4 على H4 دي G4 ودي هو بيظهر اسمها فوق G4 ولو ضغطنا على دي برضو اسمها H4 فأنا عايز النمبر بتساوي أربعة على إيه على باي على أربعة آآ في الـ أربعة تربيع ما هو دي الفاي مش الأريا أنا عايز أطلع هنا عدد الأسياخ يبقى ده بيساوي الأريا ديت على نفتح قوس مساحة السيخ مساحة السيخ قديه اللي هي باي باي ممكن نكتبها الفاي ديت بالملي وانا شغال بالسانتي فخلاص يبقى فيه نفتح قوس ديت على عشرة ونقفل القوس يبقى كده انا قسمت الجي اربعة اللي هو الاريا ستيل اللي هو الازرق ده على نفتح قوس كبير باي على اربعة في الفاي بالسانتي بعد ما قسمناها على عشرة يبقى بالسانتي طب تربيع نكتبها ازاي نعمل شفت ستة اللي هي الهات ده القس يعني قس اتنين كده هتقال لي ايه الفاي تربية ونقفل القسر كبير خالص يبقى كده اه اسمت الاريا ستيل على باي على اربعة في تربية كده تطلع لي ايه عدد الاسياخ عدد الاسياخ هيطلع اربعة وثلاثة من عشرة ماينفعش لو ضغطنا كده وضغطنا ده بالكليك تلاقي فيه سبعة وشوية تسعة وشوية وهكذا طب انا ماينفعش ما عندي عدد الاسياخ انا عايز عدد الاسياخ عدد صحيح وزوجي عشان اعرف ارصه في القطاع المستطيل ده طيب هنشيل دول الجداد دول ونرجع نعيد برمجة الخلية دي بعد ما عملتها مش همسحها وعادها من الاول تاني هوك ان نعدل فيها فالخلية ديت عايزين نك نعدل فيها فوق كده نقول له انا عايز الخلية دي عدد الاسياخ اللي فيها فلا يقل عن اربع السياخ ما هو المفروض اقل اقل تسليح في اي عمود اربعة السياخ في الاركان يبقى في كل ركنسيف عمود مستطيل فانا عايز اقل حاجة يبقى فيها اربعة ولازم يبقى عدد زوجي فانا عندي دلتين دلت سيلنج عشان يخليلي الحاجات من المضاعفات اللي اتنين تبقى عدد زوجي ودلت ماكسموم عشان يخدلي العدد الاكبر من اللي هتطلعوا السيلنج او اربعة السياخ يبقى نعمل الماكسموم من البرة الاول ماكسموم ونفتح قوس اه اللي جوه ده عايزين نعمله جوه سيلنج سيلنج اوف الكلام ده الكلام ده بعد ما حسبناه وطلع تلت السياخ وشوية اه خلصوا خالص وبعدين نعمل هنا كومة وندخل على السيجنفكنس ندخله اتنين كده خلصنا السيلنج ونقفل قوس السيلنج هيطلعلي بقى على ايه هيقلب على دلت ماكسموم كده انت بيقول لي انت دخلت الرقم الاولاني اعمل كومة ودخل النمبر التاني النمبر التاني اللي هو اربعة ونقفل القوس يبقى كده هو هيحسب سيلنج للقيمة دي بتاعت الاسياخ القيمة تاعت السياخ اللي احنا كنا لسا عملنها من متشوية دي ويخليها من مضاعفات الاتنين ما فيش مشكلة طب افرض طلعت من مضاعفات الاتنين طلعت سيخين بس ياخد الاكبر من السيخين دول او الاربعة اللي انا هتطهم له برا لان انا اعمله ده كله جوه ده اللي اسمها ماكسموم لو ضغطنا انتر كده هنلاقي اه حطيلي الاسياخ هنا كايكة اربعة وشوية ما تنفعش يخليها عدد صحيح تبقى خمسة لا يخليها ستة عشان تبقى زوجي ولو ضغطنا دابل كليك كده ينزل لعدد الاسياخ كلها دي كلها فاي 16 هلاحظ مثلا ان هنا العمود ده خمسة وعشرين فاربعين مساحة الاسياخ بتاعته ستة سنتي طلع تسليحه اربعة فاي 16 ما ينفعش عمود خمسة وعشرين فاربعين فيه اربعة السياخ لان المسافة في الكود بين الاسياخ في الاعملة لا تزيد عن خمسة وعشرين سنتي يعني اقل حاجة العمود الخمسة وعشرين فاربعين يتحط فيه ست السياخ فاي اتناشر او فاي 16 فالفاي ديت ممكن نخليها بدل ما هي فاي 16 نخليها فاي 12 اه هلاقي الاسياخ اقترها بتاقي ايه الصغر يبقى العدد بتاعي زاد بس الخليل انا عدلتها بس هي اللي تتعدل لو ضغطنا دابة الكليكة ده وبقى كل الاسياخ فاي 12 هلاقي الاسياخ بتاعته هنا العدد بتاعته هتعدل بدل ما هي اربعة السياخ بقى ست السياخ تنفع تتحط في القطاع الخمسة وعشرين فاربعين وهكذا يبقى انا كده خلصت تصميم الاعمدة طيب انا عايز ارتب الاعمدة ديت ترتيب ترتيب تصعودي من الاصغر للاكبر بحيث اعملها في مجموعة نمازج هنختار الاعمدة ديت من الصفوف بتاعتها من بره من هنا هلس عشان اختار الصف كله ونضغط على اسم الصف وهكذا عشان اختار العمود برضه نضغط على اسم العمود من فوق الاعمدة بتاعته A B C الصف بتاعته 1 2 3 ما ليش دعوه باسم الصف انا ليه دعوه من اول هنا دي الصفوف كلها الى ما شاء الله بعد ما اختارت الصفوف عايزين نرتبها من قايمة data sort من قايمة اللي انا بشتغل على الاوفيس عربي من قايمة بيانات فرز بيقول لي عايز ترتب حسب انه عمود انا عايز رتب ترتيب ابجادي C1 C2 C3 لا ما هي مترتيبة عندي ترتيب ابجادي انا عايز رتبها ترتيب حسب الحمل حسب الار ultimate لكل فلوردة يعني حسب العمود اللي هو العمود B column B column B ascending ولا descending ascending يعني هترتب تصاعدي يعني من الاصغر للاكبر descending يعني ترتيب تنازلي يعني من الكبير للصغير هنسيبها تصاعدي ونعمل اوكي يبقى هو كده رتب لي الصفوف ديت بدل ما كان C1 C2 C3 بقى C4 C7 C3 C13 وهكذا مالوش دعوة بالاسم بتاع العمود هو له دعوة بالقيمة بتاعت الحمل بدأ من 6 7 8 9 17 لحد اكبر عمود تحت كده يبقى العمود اللي في الاول وطبعا كل الديزاين بتاعي طلع معايا والصف كله بيطلع فوق والصف الكبير بينزل تحت وهكذا بقى العمود اللي في الاول ده 25 فاربعين وده 25 فاربعين وده 25 فاربعين دول كلهم نموذج واحد وده برضو 25 فاربعين لحد هنا 25 فاربعين دول كلهم كده العمودة دي كلها هنحط فيها السياخ على الاكبر منهم اللي هو 8 فاي 12 يبقى العمودة اللي هي 25 فاربعين دي هنحط فيها 8 فاي 12 عايزين نعمل لهم نمازج اللي هم الستة عمودة دول ولا السبع عمودة دول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة دول سبع عمودة نخلي الخانة ديات كده اسمها نموذج ندمجهم مع بعض كده ندمج الحاتتين دول مع بعض ونعمل دمج هنا مرج اند سنتر او بالعرب اسمها دمج وتوسيط ونكتب هنا نموذج العمود نموذج العمود ده ندمج السبع خانات دول مع بعض لهم كلهم اربعين سنتر دول دمج ونكتب هنا العمود ده وليكن اسمه عين واحد وقطاعه هيبقى اربعين او خمسة وعشرين فاربعين وبعدين نكتب تسليحه وليكن اه تمانية وانزرت سيمبل فاي ندرجها فاي اتناشر وانا كده خلص كده هي مش ظهرة ممكن نكتبها بالطول يعني رأسيا يعني لو عملنا كليك يمين على الخلية وجبنا فورمات سيل او تنسيق الخلية ديت وجبنا الالاين منت اللي هي محاذات الكتابة وعدلنا من هنا اتجاه الكتابة بتاعتي من السهم ده رأسي كده وعملنا اوكي بيكتب او ده عين واحد خمسة وعشرين فاربعين تمانية فاي اطماشر بالنسبة للنماذج اللي بعد كده في نموذج هنا خمسة وعشرين في خمسة واربعين وفيه خمسين وفيه ستين ممكن نخلي الثلاث نماذج دول برضو مع بعض كده هنا ندمجهم قدام بعض كده هنا ونخلي دول نموذج اسمه عين اتنين العين اتنين ده قطاعه على الكبير منهم اللي هو خمسة وعشرين في ستين خمسة وعشرين في ستين تسليحه هيبقى على اكبر منهم اللي هو عدد السيخ بتاعته باربع عشر سيخ ندخل لنا تاني ونكتب اربع عشر نزرت سيمبل فاي دول كريك عليها فاي سبتاشر فاي اتناشر الخلية ده مربعة سواء رسمتها حطيت الكتابة افقي او رأسي هتلاقيها مش ظهرة كلها فالحل ان ادخل واعمل كريك كيمين تنسيق خلايا ونسيبها افقي زي ما هي او رأسي مش مشكلة حتى لو سبناها رأسي برضو هتلاقيها ايه مش مكفية اربع عشر فاتناشر فين العين اتنين وفين قطاع العمود ندخل كريك كيمين تاني نسيبها رأسي بس في حاجة هنا اسمها يعني اعمل التفاف للنص يعني اكتب النص لو ما كفاش السطر انزل وكتب في السطر الواعد لو ما كفاش انزلوا في السطر اللي بعد وهكذا بالعربي اسمها اللي هي دات في الاوفيس العربي هتلاقي اسمها التفاف النص اوكي هتلاقي عين اتنين خمسة عشر في ستين اربع عشر فاتناشر بعد كده برضو في هنا قطاع عمود سبعين وتمانين وتسعين وليكن دول هنعمل لهم قطاع لوحدهم اللي هو خمسة عشر في تسعين وهيصمموا على انهم تسلحهم كله عشرين فاتناشر لو انا لقى العشرين فاتناشر دول عدد كبير ممكن نخلل تلات اعمل دول فاي ستاشر ممكن نعدل ده كده فاي ستاشر بدل ما هو ستاشر سيخ لو عملت انتر كده هيبقى عشرة السيخ ده برضو فاي ستاشر وده برضو فاي ستاشر ميز دي الاكسل ان هو اسمه الكترونيك سيلز يعني خلايا الكترونية مبرمجة اي ضغطة في خلية معينة معتمد عليها حاجة بعد كده بتعمل update ليها بعد كده وبتعدل المنتجات بتاعيك عليها اه ده برضو هنخليه فاي ستاشر يبقى ده ابعتاشر سيخ يبقى التلات اعمل دول هنخليهم نموذج واحد ممكن ننسخ لهم الكتابة بتاعتهم من ده يعني لو ضغطنا ادي ضغل كليك كده ونسخنا الكلام بتاعها كنترول سي وضغطنا هنا كده وضغطنا اعملنا كنترول في وعملنا كليك يمين على دي وفورمات سيل وعملنا الالاين مينت رأسي وخلناها وراب تيكس اوكي اه ديت اسمها عين اتنين لا هنسميها احنا عين تلاتة وخمسة وعشرين في تسعين ما هو اكبر حاجة في النموذج ده وهيبقى التسليح بتاعها اتناشر فاي ستاشر وبعد كده النموذج الصغير ده اللي هو في الاخر حاجة الصغيرة ده اللي هو القطاع اللي هو الخمسة وعشرين في مية وخمسة هنكتب هنا ادي احنا كل الناس فيه ونعمل له ايه بيست ونعدل فورمات سيل وراب تيكس ونكتب القطاع ده اسمه عين اربعة القطاع بتاعه خمسة وعشرين في مية وخمسة وتسليحه اربعتاشر فاي ستاشر اربعتاشر سيخ فاي ستاشر كده انا خلصت نمازج الاعمدة ممكن برضو الاواعد نعملها بنفس الموضوع الاواعد العادية والاواعد المسلحة واي حاجة عادة صميمة على الاكسل بنفس الطريقة انه اشوف المعادلة بتاعتي انا بصمم بها من والازاي وازاي ادخلها للبرنامج ان انا في اي خلية اعمل يساوي واكتب المعادلة بتاعتي وابدأ اشد النقطة الصمرة ده لحد تحت بحيث لو انا عندي مية عمود اصممهم برضو كاني بصمم عمود واحد بكده نكون انتهينا من شرح تصميم الاعمدة على برنامج الاكسل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته